في نقطة هنا مهمة والحديث مع سيادتك جميل ومرتب وبياخدني للأسئلة تلقائيا في هذه الجزئة تحديدا هناك قبل الانتخابات من دعا عند حدوث الأوضاع المأسوية في غزة إلى تأجيل الانتخابات ومن ثم أجريت الانتخابات في هذا التوقيت رغم صعوبته ورغم ما يحيط بالدولة المصرية من مخاطر على كل الحدود إقامة الانتخابات برغم كل ما حدث وكل ما يحدث حضرتك شايفوا إزاي في عنوان واحد يعني ما الذي دعا إلى إجراء الانتخابات في هذا التوقيت الذي دعا لإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت أن الدستور 2014 المعدل في 2019 يسمح وحدد موعد للانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي قبلها ب120 يوم على الأقل يبقى إذن المعادل اللي تمت فيه بداية إجراءات الانتخابات كان موعدا سليما متفقا وصحيح الدستور الالتزام بالوقت الحق بالضبط فضلا عن ذلك لا مش عايزين إحنا نأجل الانتخابات ونقول أصل إحنا في أزمة ومش عارفين الأزمة هتحصل فيها إيه والشعب حاليا ممكن يحصل رد فعل سلبي أو ما إلى ذلك لا نفزنا كل اللي إحنا قلناه وكل اللي رئيس الجمهورية الحالي حدده وكل ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات التي تعمل طبقا للدستور والقانون وطبقا لقانونها أيضا في حيادية تمة وعلى مسافة واحدة من كل المرش ومكاشفة وشفافية ووضوح كبير نظر ترتب على ذلك إيه؟ لا ده إحنا كمصريين عندنا أخطار هنعمل الانتخابات ما عندناش أخطار هنعمل برضو الانتخابات حالة الاستقرار السياسي والأمني حتى لو في ضغوط اقتصادية حدك أشارت أنه مش وقت الكلام مش وقت الكلام ده حقولي سيادتك حاجة إحنا لما بنقول الشعب شارك العمل الثاني اللي أنا بقول لي سيادتك عليه إيه؟ إحنا اتفقنا العمل الأول وجدان الشعب المصري نزبوت وإنه الألام لازم كله يبقى في مواجهتها كدف واحد طب العمل الثاني الهيئة الوطنية الانتخابات لذلك لما سيادتك بتقولي ده أثر قلت لي سيادتك ده مش العمل الأول ده العمل الثاني ليه؟ في نص يا دكتور حضرتك بيقول في الهيئة الوطنية الانتخابات إن عليها الالتزام بالدستور والقانون ولها أن تقرر من القواعد التي تسهل وتبسر العملية الانتخابية بما لا يخالف نصوص الدستور والقانون هي الهيئة الوطنية عملت إيه؟ اشتغلت بقانونية شديدة وباحترام لنص الدستور والقانون وأخذت بعض الإجراءات التي كانت تعيق المصريين من التصويت ترجمة نانسي قنقر